إذن تضخم الأسعار يرتقي ويرتفع بأرباح سابق أربعة أضعاف سننقف على ذلك من خلال الأرقام والمؤشرات وقائمة الدخل لسابق السعودية في الربع الثالث صافي الربح ارتفع ونمى 413 في المئة نتحدث عن 5 مليارات و 600 مليون ريال المبيعات كذلك سجلت نمو بـ 50 في المئة نتحدث عن 43 مليار و 700 مليون ريال إذا تحدثنا عن كل ذلك ابتداء قبل أن نحسب كل التفاصيل فيما يتعلق بتجنيب الأموال والإطفاء والإهلاك إلى مذلك نجد النمو الطبيعي 98 في المئة نتحدث عن 11 مليار و 200 مليون ريال وهي أرقام جيدة بطبيعة الحال دعونا إذن نتحدث عن قائمة الدخل لسابق في 9 أشهر صافي الدخل التحول للربحية بـ 18 مليار ريال مقابل خسائر بمليارين و 100 مليون ريال للفترة المقابلة المبيعات كذلك سجلت نمو بـ 47 في المئة نتحدث عن 124 مليار ريال إذا أسقطنا كل ذلك على القائمة الطبيعية قبل كل هذه الحسابات وقبل أن ندخل ونخرج من قوائم الدخل نجدها بـ 35 مليار ريال و 200 مليون ارتفاع بنحو 160 في المئة نعرج على جانب آخر بتطور التدفقات النقدية لسابق وأسعار المنتجات التي لعبت دور كبير في إسكاء هذه الأرباح وتحولها للربحية ومضاعفتها بأربع مرات في 9 أشهر تحولت من 5 مليارات ريال إلى 8 مليارات ريال نتحدث عن ارتفاع بـ 57 في المئة النمو السنوي نتحدث بـ 236 في المئة إلى 5 مليارات و 300 مليون ريال لماذا حدث هذا الأداء القوي؟ ارتفاع أسعار المنتجات من الدرجة الأولى لابد دور المفصل الأساسي في أن تتحول هذه الشركة وكل قطاع البترو كيمويات إلى الربحية بهذا الشكل هناك أيضا ربما العلاقة مع أرامكو دعمت بشكل كبير ونتآذر العمليات مع أرامكو العملاقة أيضا العائد من أنشطة إيجاد القيمة في 9 أشهر نتحدث عن 350 مليون دولار والعائد من إثمام صفقة أرامكو التي تمت في يونيو من العام الماضي هو 445 مليون دولار ماذا عن النظرة المستقبلية في الربع الرابع من العام؟ سيستمر الأداء على ذات الوتيرة والطلب سيظل عند مستويات جيدة ما يضعب الأرباح واستمرار أيضا ارتفاع أسعار اللقيم لكن هناك اعتدال في هوامش الربح هذه هي المستطلبات التي ستواجه سابق في الربع الرابع ومن المفترض أن تستمر على ضوئها الأرباح على ذات الوتيرة على كلين إذن يبقى تضخم الأسعار وارتفاع أسعار المنتجات هو سبب الرئيس في تضاعف هذه الأرباح بأربع مرات